السلام عليكم ليه بعض الناس عندها عقيدة ومؤمنة بيها 100% ان رأيهم وكلامهم وتفكيرهم ونظرتهم للحياة هي بس الصح وباقي الناس غلط ليه ما بنفكرش مع بعض بصوت عالي وناخد رأي بعض الرأي والرأي الاخر لما تستشرني واستشيرك ونفكر مع بعض بصوت عالي هنحل الفكرة كويسة هنطلع نقاط سلبيات واجبيات وهنشتغل عليها كويس وهنوصل للهدف اللي احنا عاوزينه ليه بعض الناس بتحكم على غيرها من مجرد نظرة كل واحد ربنا عالم به الناس مليانة هموم ومشاكل ما تحكمش على حد مجرد ان هو سلم على حد وما سلمش عليك ضحك لفلان وما ضحكش ليك الناس ربنا اعلم بيها انشروا السلام والمحبة بين الناس عاوزين نرجع زي ايام زمان صحيح احنا مش كبرنا لسه لسه صغار بس ايام زمان دي احنا بنسمع عنها من اهلنا وجدودنا ان هم ناس كان عندهم رحمة ولبها صفيت بتحب الخير لبعضها بتساعد بعضها لو واحد عارف حاجة بيعرفها للتاني عرفني وعرفك استفيد منك واستفاد مني الحياة كده يا جماعة الحياة مشاركة مفيش حد في الحياة بيعيش لوحده الحياة جميلة بس احنا اللي بنصعبها على نفسنا احنا اللي بنعقد كل حاجة انت احمد ربنا عن نعم اللي موجودة عندك فيه ناس يامة عندها بلاوي وتقول الحمد لله وانت مستور وقاعد في بيتك بين وسط اهلك وعيالك وناسك وبتشتغل وامورك طيبة ومرتاح نفسين اي نعم عندك بعض المشاكل القليلة بس امورك طيبة فيه ناس تانية واحنا عارفينها كتير ما عندهاش يدوب مكفية نفسها يوم بيوم واقل من يوم بيوم كمان فيه ناس بتطلع بتشتغل باليومية واليومية ما بتكفيش لا قدر الله ابنه تعب عاوز يجيب حاجة في البيت عاوز يجيب اي موضوع اي حاجة ما بتكفيش انت احمد ربنا عندك نعم كتير اوي احمد ربنا عليها مش تفضل كل شوية ده الحياة صعبة ومش لقيين وهنجيب من فين ما هو فعلا الحياة صعبة الحياة لازم تعافر عشان توصل لكل حاجة انت عاوزها مش في حاجة هتجي لكونت عاوز ساكت لازم تشتغل وتتعب هي الحياة كده ربنا خلقنا عشان نتعب ونشتغل من عرق جبينا وربنا يبعث لنا الرزق يا جماعة انشوروا السلام والمحبة بين الناس عاوزين نكون شباب قوي وعظيم شباب اباهاتنا واجدادنا يفتخروا بينا ان هم شفونا واحنا بنعمل الحاجة العظيمة دي ويفتخروا بيها قدام الناس انا بدعي كل الناس ان هي تسامح بعضها وانا لو حد زعلان مني يسامحني عاوزين نفكر بصوت عالي مع بعض اللي زعل حد يصلحه الحياة قصيرة جماعة محدش عارف هيفضل عايش لامتى مش عارف اقول ليه تاني صراحة بس انا سعيد جدا بالتواجد معكم وان شاء الله هنعمل ايام الجاية في ديهات كتيرة وندردش مع بعض ونتكلم مع بعض لو انت اول مرة تشوفني ومش مشترك في القناة انزل اشترك من العلامة الحمراء لتحت الفيديو وفعل الجرس عشان يوصلك لشعر بكل فيديو جديد ولو انت لسه بتشوفني لعند دلوقتي بشكرك وتحية وشكري لحضرتك في امان الله